تمكن فريق الوداذ الرياضي لكرة القدم من تغلب على ضيفه شبيثة القبائل بتلاتياء نظيفة في المباراة التي تهم الجولة الأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة الأولى وحاول الفريق المغربي الوصول إلى معترك العمليات للفريق الجزائري منذ البداية عبر مناورات هجومية لم تجد طريقها إلى الشباك حيث وجد رفاق يحيا زبران صعوبات كبيرة في العشرين متر الأخيرة وتواصلت التحركات الهجومية للوداذ الرياضي في باقي أطوار المباراة قبل أن يتمكن اللاعب بولي سامبو من هز الشباك وإحراز الهدف الأول في الدقيقة الثامنة والثلاثين لينتهي الشوطة الأول بتقدم الوداذ بهدف نظيف ومع بداية الشوطة الثاني ضعف جونيور بولي سامبو النتيجة وهز الشباك من جديد في حدود الدقيقة الخمسين محرزا بذلك الهدف الثاني لفريقه الأحمر قبل دقائق من نهاية الوقت القانوني للمباراة تمكن زهير المترجي من تسجيل الهدف الثالث لينهي اللقاء بفوز الوداذ الرياضي بتلاتية نظيفة وبعد هذا الفوز رفع فريق الوداذ الرياضي رصيدها إلى حدود النقطة الثلاثة عسر وصار يتصدر المجموعة الأولى فيما زمدت الهزيمة رصيد شبيبة القبائل الذي أصبح يحتل المركز الثاني برصيد عسر النقاط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر